تتواصل فعليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين والتي شهدت حفلات غنائية وعروضا فنية بالإضافة لعدد من الفعليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان يأتي هدى في حين أطلقت وزارة التعليم العالي أول رحلة طلابية لعدد من طلاب الجامعات لزيارة مدينة العالمين الجديدة هي أول رحلة طلابية جامعية تصل لمدينة العالمين الجديدة للمشاركة في فعليات مهرجان العالمين للقيام بعدد من الأنشطة التنموية والتوعوية والترفيهية والتي تأتي في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة التعليم العالي والتي تستمر طوال أيام المهرجان النشاط اللي احنا عاملينه النهاردة عاملين النشاط أحد الأنشطة مشاركين بها بمجموعة من طلاب الجامعات المصرية في مسابقة خاصة بالفنون التشكيلية منقسمة إلى عدة تخصصات في مجال التصوير البينتينج ومجال التصميم ومجال الأشغال الفنية ست جامعات تشارك في هذه الأنشطة لهذا الأسبوع بمشاركة 150 طالب وطالبة للمشاركة في أنشطة الفنون التشكيلية لتصميم رسومات مستوحى من المشروعات التنموية لمدينة العالمين الجديدة بالإضافة لرياضة كرة القدم فضلا عن مشاركة فريق كرال جامعة بنها بباقة من الأغاني والفنون الموسيقية المختلفة احنا جايين النهاردة في فنون تشكيلية إن شاء الله أنا متخصصة في تصميم ابتكاري وإن شاء الله النهاردة يعني من الشغل بتاعنا هيبقى بيتكلم طبعا على العالمين نتكلم عن فلسطين طبعا الشقيقة وطبعا قد إيه مصر فيه تعاون ما بينها ما بين فلسطين وإن شاء الله يعني نقدم حاجة لذيذة كده لطيفة المشاركة الطلابية في هذا المهرجان الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط تأتي في إطار حرص الدولة على مشاركة الطلاب للتعريف بالمشروعات القومية المختلفة والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والتثقيفية محمود جميل التلفزيون المصري